موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عقب الشيخ الأنصار على ما استعرضه من معاني أربع لأصل اللزوم في البيع المعاني الأربعة كانت الأول ما ذكره المحقق الكركي من أنه بمعنى الراجح بسبب الغلبة والمعنى الثاني أي أن العصل هنا يراد منه القاعدة المستفادة من العمومات والمعنى الثالث هو الذي ورد في عبارة التذكر للعلامة وهو الأصل الاستصحاب أي أنه بمعنى الاستصحاب على كلام جرى مسبقا أن هل هذا هو الظاهر مما أراده العلامة أو غير ذلك جرى الكلام هناك مفصلا لكن هذا هو المعنى الثالث أن يراد بالعصل أصل اللزوم في البيع أي الاستصحاب استصحاب اللزوم وبقاء الأثر الثالث أو عفوا الرابع المعنى الرابع الوضع اللغوي والبناء العرفي والشرعي وهو الذي ورد في كلام صدر الدين الرضوي المعروف بالسيد الصدر في حاشيته على الوافية في رده على الفاضل التوني وانتصارا للشهيد الثاني رحمة الله عليهم أجمعين الشيخ الأنصاري كما تعلمون وكما سبق الكلام أشكل على المعنى الأول وهو الراجح أشكل عليه من حيث الصغرى والسيد الخوي رحمة الله عليه نبه إلى أن الإشكال يسري إلى الكبرى أيضا ولذلك الشيخ الأنصاري قال بعدم تمامية المعنى الأول أو التفسير الأول للأصل لكنه قال بأن المعنى الثاني حسن ونبه إلى شيء لكنه قال حسن قال أنه يخالف بعض ما جاء في كلمات التذكرة لكنه حسن المعنى الثالث وهو الاستصحاب قال عنه حسن وسكت أيضا ثم تعرض للمعنى الرابع وهو الوضع اللغوي والبناء العرفي والشرعي وتقريبا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ما أشكل على هذا التعريف ولذلك بعد ذلك سوف إلا أنه ذكر بعض الملاحظات ذكرناها مفصلا هناك ولذلك سوف يعقب مفصلا بعد ذلك بالبحث في العمومات المشار إليها هنا المشار إليها في الثاني لأنه الذي قال عنه حسن ومنه قد يظهر أن الشيخ يريد من ذلك أن المعنى هنا معنى الأصل هو العمومات ولكن أيضا للاستصحاب يكون أثر وربما يكون ذلك غير متنافي مع البناء العرفي والشرعي أو هذا ما يراد منه عرفا وشرعا الشاهد ما الفرق بين هذه المعاني الأربعة هذا عقب عليه الشيخ سريعا يعني ما هو مجالها الكلام الذي أشير إليه في البداية وسأقد يأتي مفصلا لاحقا أن الأصل هنا ما الذي يراد منه نقول الأصل في البيع اللزوم أو الأصل في العقود اللزوم ما الذي يراد منه الأصل هنا في كل عقد البيع الإجارة العارية مثلا في كل عقد الأصل اللزوم أو فقط في البيع الأصل اللزوم الشيخ هنا لا يبحث هذا الموضوع وإنما يشير إلى أنه وهذا هو التعقيب الذي سينتقل بعده إلى بحث آخر ولهذا سنختم الكلام في المعاني الأربعة تقريبا تفسيرا وغير ذلك وبعض الأمور المرتبطة بها في هذا البحث إن شاء الله ثم سننتقل للحديث عن العمومات التي أشار إليها في المعنى الثاني مفصلين أنه ما هي هذه العمومات كأوفو بالعقود لأن تكون تجارة عن تراضي وغير ذلك ونبع عمومات فاليوم سيكون خاتمة البحث في تفسيرات هذا الأصل أو معاني هذا الأصل يقول الشيخ الأنصاري أما بالنسبة للمعنى الأول فقلنا بعدم تماميته فلا داعي للكلام في مجاله وأنه خاص بالبيع أو عام يشمل سائر العقود غير تام وهو الراجح وأما بالنسبة للاستصحاب خلني أخذها بالترتيب الشيخ الأنصاري بدأ بالرابع طبعا بس لو نأخذها بالترتيب وأما لو قلنا وأما بالنسبة للثاني إلا هو العمومات فيقول هذا يجري في سائر العقود غير خاص بالبيع لماذا لأن سائر لأن الأدلة تشمل سائر العقود مثلا أوفوا بالعقود لم تقلوا الآية أوفوا بالبيع صحيح هناك أحل الله البيع قد يقال من اختصاصها بالبيع لكن أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض هذه تشمل سائر العقود فلو قلنا بأن معنى الأصل الأصل في البيع اللزوم هناك لو قلنا هذا معنى الأصل هنا وهو أصل اللزوم لو قلنا معناه القاعدة المستفادة من العمومات فسنقول بأنه يشمل سائر العقود وليس خاصا بالبيع وكذلك الاستصحاب هذا الاستصحاب الرجوع أو القول ببقاء الأثر السابق هذا يشمل بيع ويشمل سائر العقود فلو قلنا بالمعنى أيضا الثالث فسيكون شاملا لكل العقود أما لو قلنا بالمعنى الأول أعفوا بالمعنى الرابع وهو الوضع اللغوي للبيع هناك قال في تعريف المعنى الرابع ماذا قال قال الوضع اللغوي للبيع والبناء العرفي والشرعي على أن البيع هنا على أن البيع الأصل فيه اللزوم وأن كلمة البيع لغة وضعت لإفادة هذا المعنى وهو اللزوم فسيكون الكلام خاصا بالبيع وليس شاملا لسائر العقود عقود عدا خلاصة الكلام وسأقرأ عبارته وأشير إلى كلمات بعض المعلقين هنا أو المحشين فالمعنى الأول له الراجح غير تام ولا هذا العداع للبحث في مجاله المعنى الثاني العمومات القاعدة المستفادة من العمومات تشمل كل العقود المعنى الثالث الأصل له الاستصحاب يشمل كل العقود ما عدا المعنى الرابع وهو الوضع اللغوي البناء العرفي والشرعي فإنه خاص بالبيع فقط لو قلنا أن معنى الأصل هو المعنى الرابع فسنقول أن الأصل خاص بالبيع ونجريه في بحث في بنجال البيع فقط ولا نجريه في سائر العقود أما لو قلنا أن المعنى أن معناه هو المعنى الثاني أو الثالث فسنجريه في كل العقود لاحظوا عبارة الشيخ الأنصاري التي نختم بها يقول ثم إن الأصل بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع لاحظين طبعا هنا الشهيد علق على هذه العبارة وسبق أن علق عليها أيضا ولهذا لا نعيد قال بأن هذا الكلام أنه ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع هذا مبني على القول بقاعدة المقتضي والمانع إلا الشيخ الأنصاري بنفسي لا يقول بها لاحظوا وسبق أن اعترض بهذا الاعتراض له الشهيد ووقفنا عنده أيضا قال أقول نعم يعني ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع قال نعم على القول بقاعدة المقتضي والمانع ولكنه رحمه الله لا يقول بها قاعدة المقتضي والمانع التي سبق أن تكلمنا عنها في بحث هنا وهو وهي إذا أحرزنا وجود المقتضي وشككنا في وجود المقتضى فإننا نحكم بوجود وبقاء المقتضى أو بوجود المقتضى وعدم وجود المانع لاحظين ولكن المشكلة أن هذه القاعدة غير مسلم بها عند الفقهاء هي محل إشكال قاعدة المقتضى والمانع المشهور على القول بعدم تماميتها وعدم وجود دليل يدل عليها حتى الشهيدي هنا في بحثه السابق أشار إلى هذا المقطع عندما تكلم عن قاعدة المقتضى والمانع وقال هذه العبارة قال مضافا إلى عدم مساعدة دليل عليها ما لم يرجع إلى الاستصحاب كما في المقام ما علينا من هذا الكلام فالشهيدي يقول هذا الكلام الذي يقوله شيخ تام لكن بناء على قاعدة المقتضى والمانع وإلا إذا لم نقل بقاعدة المقتضى والمانع فبالتالي المعنى الرابع أيضا لن ينفع عند الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع لن نقول إذا شككنا في ثبوت الخيار لن نقول ببقاء اللزوم في مثل هذه الحالة فما رايح ينفع المعنى الرابع في المجال هذا لكن نكون في التعريف هنا لماذا هذا خاص بالبيع فقط قال في خصوص البيع لماذا الشيخ الأنصار يقول لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى دليل في البيع عندنا أدلة تقول بأنه في البيع وجد خيارات لكن في سائر العقود نحتاج إلى دليل حتى نقول بوجود الخيارات يعني في العارية لا بد أن نحتاج إلى أدلة حتى نقول بوجود خيار في الإيجارة نحتاج إلى أدلة حتى نقول بوجود خيار لأن الكلام في الشك في ثبوت الخيار هنا في البيع عندنا أدلة تدل على وجود خيارات في البيع ملاحظين بينما هناك نحتاج إلى أدلة فالشيخ الأنصار يقول لأننا في سائر العقود نحتاج إلى أدلة تثبت هذا الحق الخارجي وهو الخيار والأدلة غير موجودة فلا ينفعنا هذا التعريف إنما الأدلة خاصة بباب البيع والتعريف هنا خاص بالبيع قلنا البيع الوضع اللغوي له يقول كذا شاهد أما يقول وبناء الآية ذلك أنه ما ينفع في بقية الخيارات في بقية العقود قال أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم الجواز جينا إلى الإجارة هل هو جائز أو لازم يقول فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه يعني ليش لأن الكلام لأننا نقول بأن الوضع اللغوي للبيع ولم نقول الوضع اللغوي للعقد فهذا خاص بباب البيع ولا علاقة له ببقية العقود بالنسبة لبقية العقود يكون حكم من الأحكام الشرعية المشكوك فيه هنا هل الحكم الشرعي في الإجارة اللزوم ولا لا لا يحتاج أن ننقح هذا الحكم في باب المزارعة مثلا هل الحكم الشرعي اللزوم ولا لا هناك يصير شك في الحكم الشرعي فيبحث في مجاله كما يبحث أي حكم شرعي في أي باب من الأبواب ولا علاقة له بهذا الموضوع لأنه متعلق بالبيع فقط قال لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي وليس الشك في اللزوم وعدم اللزوم الشك في اللزوم والجواز الشك في اللزوم والجواز هنا الذي نقول فيه ببقاء اللزوم بناء على أن التعريف الأساس لهذا الأصل هو الوضع اللغوي وبناء على أن البيع وضع لغة ليفيد اللزوم فهو خاص بالبيع وأما هناك فهو حكم شرعي كسار الأحكام تبحث هناك وتنقح ومفاد هذا التنقيح أو موادة هذا التنقيح حال الحكم الشرعي في هذا العقد اللزوم أو الجواز هذا بحث خارج عن محل البحث هنا قالوا أما الأصل بالمعنى الأول له الراجح فقد عرفت عدم تماميته طبعا قبل ما أنتقل للمعنى الأول سيد ليزدي عنده تعليق هنا وهو تعليق مهم ما هو قال الشيخ الأنصاري يقول هنا فقط يثبت في باب البيع ولا يثبت في بقية العقود ليش لأن قلنا لأن التعريف خاص بالبيع لأن الوضع اللغوي خاص بالبيع والبناء العرف والشريخ خاص بالبيع قال هنا سيد ليزدي قال إلا إذا قلنا إلا إذا ثبت أن هناك عقد من العقود تبان العرف على لزومه أيضا لاحظين آنئذ الشارع المقدس سيكون له إنضاء لذلك اللزوم كما حصل هنا في البيع لأن الكلام في البيع هو جنو أن الوضع اللغوي يفيد ذلك وعليه تبان العرف والشارع المقدس أمضى هذا في البيع فلو ثبت عندنا أن العرف أيضا تبان على أن العقد الكذائي لازم فالشارع المقدس كما أمضى هناك على سبيل عدم الردع في البيع فإنه يمضي هنا على سبيل عدم الردع أو إذا قلنا أن العمومات هناك أمضت فالعمومات هناهم أمضت فيكون الإمضاء تأسيسي فلا فرق لأن أوفو بالعقود التي أمضت هناك تمضي هنا أيضا فيقول إلا إذا ثبت ذلك شوفوا عبارة الشيخ لم يدعي له السيد عفونا السيد ليسدي لم يدعي وجود عقد لكن من باب الكبرى يتكلم قال أنه صحيح الكلام خاص بالبيع بناء على المعنى الرابع ولكن إلا إذا ثبت أن هناك عقد من العقود تحقق بالنسبة له ما تحقق بالنسبة للبيع قال أقول إلا أن يكون ذلك العقد أيضا العقد الآخر غير البيع مثل البيع إلا أن يكون مثل البيع في كون بنائه عرفا على اللزوم إذ حينئذ يكفيه دليل الإمضاء فلو وجدنا أيضا عقدا آخر تبان العرف على أنه لازم فالشارع المقدس على سبيل عدم الردع وعلى سبيل التأسيس بهذه العمومات سيكون ممضيا لذلك العقد وسيكون شأنه شأن البيع أيضا وستكون القاعدة فيه أو الأصل فيه اللزوم قال وأما الأصل بالمعنى الأول له الراجح فقد عرفته عدم تماميته كما أسلفت قبل قليل وأما بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه إذا كان الأصل الاستصحاب فنقول أنه إبقاء ما كان على ما كان بقاء الأثر إذا مثلا تحقق الأثر أنضي الأثر في البداية فنشك في بقائه وارتفاعه فنستصحب بقائه يقول هذا الكلام كما يقال في البيع يقال في الإجارة بعد إبرام العقد وتحقق الأثر نشك في بقائه وارتفاعه فنقول ببقائه فلو قلنا أن المعنى هو الاستصحاب فسيكون أيضا منطبقا وجاريا في جميع العقود وأما بمعنى القاعدة كما أشرت قبل قليل فيجري في البيع وغيره ليش؟ لأن العمومات التي التي يستدل بها هي عمو أغلبها عمومات تتعلق بسعر العقود وليس بالبيع أحل الله البيع خاصة بالبيع أما بقية مع القول هناك أن البيع هل يراد منه خصوص البيع أو يراد منه أيضا سائر العقود لكن لو قلنا أنه خاص بالبيع فإن أوفو بالعقود شاملة لكل العقود يعني هذه العمومات شاملة لكل العقود قال لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب أوفو بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض يعم غير البيع فهذه هي مجالات هذه التعريف طيب بعد هذا الكلام نكون قد أو بهذا الكلام نكون قد طوينا الحديث حول المعاني الأربعة للآصل وسنقف مفصلا لاحقا عند الغمومات التي أشير إليها في المعنى الثاني ما هي وكيف تم الاستدلال بها على ذلك قال وقد أشرنا شيخ الأنصار يقول وقد أشرنا في مسألة المعاطات إليها اللي هي العمومات ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب فمنها قوله تعالى أوقوا بالعقود طيب ومنها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ومنها قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم طيب ومنها الأخبار المستفيدة في أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا فكل هذه العمومات سنقف عندها مفصلا لنرى أنها هل تفيد الأصل هذا المذكور وهو اللزوم أو لا إن شاء الله يأتي الكلام حولها لاحقا بشكل مفصل وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر